تخليدا لذكرى الشهداء وحرصا من وزارة الداخلية على التقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم قامت الوزارة بإفادة عدد من قيادات وضباط مختلف مدريات الأمن لاستحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوي على كافة متطلباتهم يأتي ذلك تأكيدا على أن ذكرى أبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة في ذاكلة الوطن وللسة بحس بي جمبي في كل مكان وسوتك في المكان بيرن وللسة بحان تخليدا لذكرى الشهداء الذين سطروا بدمائهم الذكية أمن واستقرار الوطن وفي تأكيد على أن الوطن لا ينسى من ضح من أجله أوفدت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيح قائب ومسلزمات مدرسية على أبناء الشهداء من من يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية في إطار الدعم والمساندة المقدمة لأبناء الشهداء حاجة كده بتبقى رفع مروح الولاد وترفع مروح منهم مع الوطن هم نحتملون دينا وجابوا لنا شهداء في هدايا وجابوا لكل حاجة هم مستيبيننا وطول الوقت معينا وطول الوقت حتى لو احنا حتاجنا أي حاجة غير كده بيجولنا وإحنا حتى ممكن نتوصل من برحلهم يعني معينا في كل خطوات حياتنا من ساعة مع سيدة الله يرحمه توفى ولسه دموع فعليا لكن فرحا عشان بيقولوا اني بطل وابني بطل أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني كما أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد في لمسة إنسانية تحرص عليها الوزارة سنويا وتؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقدير لما تحملوه في سبيل الوطن وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن تبقى حاجة نفسية حلوة للولاد طبعا أن يوم ما بيبتدوا معهم بأول يوم درافة الوزارة بتبقى معيهم جوم خدوني وليبيت كنت بسوط جدا وصراحة اتبسطت جدا في يومي النهاردة هذه اللمسة الإنسانية التي تحرص عليها وزارة الداخلية سنويا تؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديرا لما تحملوه في سبيل الوطن وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن وزارة الداخلية طبعا أنا بشكرها على كل التأذير والمجهود اللي بيعملوا معي أنا والولاد ورعايتهم لنا دايما وسؤالهم علينا على طول نهاردة جوم استحبوا الولاد للمدرسة وكرموا الولاد قدام المدرسة كلها بشكر رزارة الداخلية وسيادة الرئيس على الزباط اللي جوم خدوني النهاردة من البيت وكرموني في المدرسة وقد شعر أبناء الشهداء بالفخر والعزة وهم يخطون خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد رفقة رجال الشرطة مواجهين الشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعد تكريما لآبائهم الشهداء يجوا يخطوننا ويوصلونا المدرسة بنفسهم ويحسسونا أننا في بيتنا وأنهم معانا على طول وعمرهم مفرقونا أبدا ودائما في ظهرنا حاجة كويسة جدا نفسيتهم بتبقى كويسة بيحسوا أنهم في لهم ظهر موجود طبعا بعد بباهم لا يرحموا دي حاجة بتبقى بترفع من معنوياتهم هم بيعضون عن بابا ويخلوني يحس بيخلوني يحس بيخلوني يحس بيخلوني يحس إن بابا جنبي أنا بستنى من سنة لسنة علشان منتظر اللحظة ديت بوايب المدرسة فخور وقد أعرب القائمون عن العملية التعليمية عن تقديرهم لهذا الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية والذي يرصخ لقيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة الذي تشاهد هذه اللحظات من الحفاوة التي يحظى بها أبناء الشهداء أبو يا ممات أبو يا سيد بجنة أبو وأكيد دي فرحة جداً لولادي وأكيد ولادي جداً فرحانين وممسوطين باهتمام الوزارة بهم وتكرمهم يعني قصاد زميلهم وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسئولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء واعتزازاً بأرواح صعدت إلى بارئها وهي تدافع عن الوطن ليحيى أبناؤه في أمان واستقرار وينهض نحو التقدم والبناء استقبال كبير لأبناء الشهداء في مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد في تأكيد واضح على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله وأن وزارة الداخلية تسعى دائماً إلى تقديم أفضل رعاية لأسر الشهداء عبدالله بركات التلفزيون المصري